غمرت السيول والطين خيماً يحتمي بها أكثر من أربعين ألف نازحاً في شمال غرب سوريا جرأ الأمطار الغزيرة التي حطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية بحسب ما قال مسؤول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية هذا وتعمل منظمة الخوض البيضاء للدفاع المدني على إنقاذ الناس وما يملكونهم من حاجيات بسيطة من المياه المحلة التي تزداد ارتفاعاً